افتتح في مدينة تيرانا مساء يوم الاثنين الموافقة السابع عشر من فبراير الفان وعشرون معرض الاياد الذهبية للصور الفوتوغرافية للفنانة السيد ابتسام ناصر الحوطي حرم سعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية البانيا السيد فيز مشار الجاسم ويضم المعرض صوراً للحرف اليدوية لثمانية عشر لفنانات في كل من دولة الكويت وجمهورية البانيا وتشرفت الفنانة السيد ابتسام ناصر الحوطي بحضور رئيس جمهورية البانيا السيد إلير متا الذي حصل على النسخة الأولى من الكتاب الفوتوغرافي الصادر لهذا المعرض اشتركوا في القناة كما حضر الافتتاح عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جمهورية ألبانيا والمنظمات الدولية وممثلين عن الهيئات الحكومية وعدد من الفنانين وبعض من الفنانات المعروضة أعمالهم من دولة الكويت وجمهورية ألبانيا وعدد من الطلاب وعشاق الفن إنه مناسبة للإعجابة ليس لأولا حالة لترى المحاولات المترجمات لكن هذه المنظمة هي من البعض من البعض والمعروض والمشاكل من قوات المترجمات إنه مناسبة للإعجابة إنه مناسبة للإعجابة أستطيع أن أردت أن تكون موجودة جنسية تشكريين يشبهون جميع أرواحيات والإمكان المترجفة في كل شرق كلا أستطيع أن أردت أن تفعل ذلك أحب الملوحة ومشارة الملوحة بين الكويتين والأبانيين ويجعل أن تُحب ملوحة ويلقي هذا المعرض الضوء على الجوانب الحرفية والثقافية للسيدات الحرفيات في كل البلدين وعلى عملهن الإبداعية مع تسليط الضوء على ثمانية عشر فنانة من الشعبين الصديقين لتسليط الضوء على القيمة الهائلة للحرف اليدوية في حياة الشعوب عبر التاريخ وحتى العصر الحاضر وذكرت الفنانة ابتسام ناصر الحوطي في وقت سابق أنها قامت باختيار تسعة فنانات من دولة الكويت وتسعة فنانات من جمهورية ألبانيا من بين العديد من المبدعات في البلدين من مختلف الأعمار والبيئات وذلك للمشاركة في هذا المشروع لإثرائه كما حرصت على الاهتمام بتنوع الفنون في المهارات اليدوية المعروضة بهدف إثراء المشروع وعرض الفنون الإبداعية في أعمالهن الرائعة التي خلقتها أيديهن الذهبية بلغة الفن العالمية دون حروف منطوقة وتقديمها للجيل القادم للفت انتباهه بأهمية هذا النوع من الفنون ويضم المعرض المذكور على 72 صورة رائعة وجذابة لهؤلاء الفنانات المتخصصات مما لفت انتباه وإعجاب الحضور من مختلف الفئات المجتمعية The delicacy of all the works I mean these ladies they each work with detail They work with a lot of joy as you can tell in the result of the pieces that they do It's a lovely, lovely, lovely choice I'm happy to have been able to witness it I love many things It was beautiful for the eye and that I wanted to have things كيف يمكنني أن أدفع كل هذا؟ لأنني أعتقد أنه كان جميلًا أعتقد أن ما كان مقابلًا كان مقابلًا وأن الكثير من الناس استخدام العديد أعتقد أن هذا أيضًا جميلًا وأعتقد أنه مرحبًا وأنه أردت في المنزل أن أحد من المساعدات كانت كيف تحصل هذا إلى المنزل وأن أعتقد أن هذا هو أحد من المهم المهم لأنني أعتقد أنت أخير من المهم وأنني أخبرت المهم أتفر إلى أفضل الوحيد أخبرت كل الأعكس مع البلعة والعبارات للعبارات والعبارات 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 وأن أعرفها وستقبل هذا المعرض الجمهوري الألباني وغيره حتى يوم الخميس عشرون من فبراير في صالة المعارض في فندق تيرانا انترناشنال لتدهي على تصميمة سيدة المعارضة بالترنتي ويقوم بمترسل المعارضة والمعارضة والمعارضة هي واحدة منها نعم هي مقلوبة ومعارضة وقامتها كل ما إلى مكاني في بحرين وقامت لحظة تصميم مجردين من كل محاولاتي وطولاتي أنا أحبت شوائد وعلى المجهود اللي قدمتي اليوم وعرضتي لنا بالنسبة للأياد والحرف الجميلة خاصة للمرأة وظهرت دورها في المجتمع والحرف اليدوية قدم اعتزازي وفخري اللي بنت عمي بتسام الحوطي على ما قدمت في هذا المعرض احنا حضرنا ملكويت خصيصا لمشاركتها ودعمها لمجهودها العظيم اللي سوتها من أجل إبراز دور المرأة ومن أجل إبراز الفن وألبانيا دولة فن صراحة فهي اختارت المكان الصحيح من أجل إبراز الفن والله يبارك لها في جهودها ويبارك لها في كل عمل قدمت في هذا المجال Loche Andy I've been here and this year is much more bigger much more diverse I love what she presented. It's very big work for her. And I applaud her I'm very proud of her that sheって Kuwaiti like me And she gathered all this talent and put it in one exhibition very excellent job وقد أكدت الفنان ابتسام ناصر الحوط خلال كلمتها الافتتاحية على عمق العلاقات الأخوية والقيم الإنسانية والاجتماعية والثقافية بين الشعبين الكويتي والألبانية مشيدة بالجهود المباركة لصاحبات الأياد الذهابية من متخصصات فنون الأعمال اليدوية لإبراز هذا الفن الإبداعية إن هذا العمل يحمل الكثير من الذكريات الجميلة التي عشتها والسمتعت بها مما لمسته من ربعة هذا العالم الثري ومدى حب هؤلاء الفنانات وعشقهن لمهنتهن المرأة وما أجملها ويكفينا قولا عنها أن الصمت في حرم الجمال جمال فكل ما يخرج من هذا المخلوق الجميل جميلا وجذابا مثله فهي مخلوق مليء بالحنان والرقة والإبداع والأناق الفكرية والذهنية والروحية فهي ترى الأشياء بنظرة شمولية واسعة وتعكس تلك النظرة على أعمالها فتخرج لنا أعمالا إبداعية منقطعة النظير لأنها نابعة من مشاعر أنثوية تغمرها الأحاسيس فالمرأة قادرة على بلورة كل ما يجول بذهنها وروحها في منتجات تكاد أن تتحدث عن إبداعها في صمت تام لا يفهمه إلا مبدع يحلل ما بعد المنطوق فقد تم اختيار تسع فنانات من دولة الكويت وجمهورية ألبانيا من صاحبات الأياد الذهبية ولا يسعني في هذا المقام ضيوفي الكرام إلا أن نقدم عظيم الشكر والامتنان لفخامة رئيس جمهورية ألبانيا السيد إيليرميتا لرعايته وحضور افتتاح مع أرضي الفوتوغافري الثاني بعد أن أبدأ عجابه من مشروع السابق الذي يحمل اسم ألبانيا جمال الابتسامة وكرم الضيافة من خلال عرض مجموعة مختارة من الصور صلت من خلال هذا الضوء على تجربة رائعة مع الشعب الألباني مما أعرب فخامته عن امتنانه بمحاولاتي لتعزيز المشاعر الأخوية بين الشعبين الألباني والكويتي ذوف الكرام لقد تم إصدار كتاب فوتوغرافي ليشمل جميع المعلومات عن هؤلاء الفنانات وتاريخهم المهني ومسيرة حياتهم وتطورها هدية المتواضعة مني لكم أرجو أن تحوزوا على عجابكم كما أخلص بالشغل العميق والحب والاحترام والتقدير لجميع الفنانات المبدعات فمشاركتهم زادت من إثراء مشروعي فأسأل الله لهنا مزيدا من النجاح والتوفيق والبركة والمستقبل الزاهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة